السلام عليكم. الله وبركاته. مرحبا عبدالعيد حسن من موقع خدمات ويب دات كوم. كان لنا نرده فيتشا جديد ضبط في الارفل 5.5. وهي ان اللي انت تتعمله بيرجعلك بالداتا اللي تعمل لها بالت. اوكي? ده ما كانش بها زوال زماني. طبعا الموقع يتاخد الداتا دي تسايفها في اي موديل او اي ده التفيز عندك او اي تابل عندك. طيب تعلم تشيك زمان كان بيحصل ايه? ودلوقتي بيحصل ايه? اوكي? بس هنبدأ لأول بالوضع الحاليين بيحصل في ايه في الارفل 5.5. اوكي? تعال نروح على الكوب بتاعنا. انا عندي هنا عادي خالص. طبعا? كل اللي يعمله بفورم ده انه هو في وفي او او تعالي نشغل الفورم ده اول ما افتح بتاعي. هروح على الويب وهاجه هنا في الفونكشن اسا يقوله وبدل ما ترون الويب كم رون الفور. طبعا? فدلوقتي اصبح لما انا افتح البروجيك بتاعي. اعمل الفرش. فوضي يظهر اللي الفورم بتاعي بالشكل الحرقة ما شايفينه كده. الارفل 5.5 وده النام وضمت طبعا? اوكي. تعال دلوقتي نروح نعمل كنترولر جديد. نعمل كنترول سي هنا وهنا هنا. بيتش بي ارتزين ميك كنترولر وسميه هوم. وانا سيرفر مرة تانية. اقفل ديك اللي خاصة وشفة محتاجة. روح على 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 هلاقي هنا في كنترولرز ادي الهوم كنترولر. اوكي. هعمل هنا. هسميها. ايندكس. اوكي. وابدأ له هنا برامدر اسم مو داتا. هاي ساوي. اززز. واخد لي الريكوست. بشكله. وهي كده اقول له هنا خد لي بتاعي. وانياكم مسلا ان الحق للتعنيم ده. بشكله. بتاع? ولهنا ضي انضم بلي. بالداتا بتاعتك. بشكله. اوكي. دلوقتي تعالوا نرن الكوب بتاعنا ونشوف هيا يحصل ايه. طبعا مش هيحصل ايه. طبعا اكيد. هيحصل ايه. لان كده كده اصلا هنسا عمل نشر راوت. فهنروح احطه هنا. اقول له هنا. اروح لي على الهوم كنترولر. اشغال لي فونكش اسمعها اندكس بالشكل. كان مفروضة. مفروض الكود تمام. طيب. ايه اللي حصل هنا بالزبط? ان انا هنا عملت بتاعتي ايه? والتونل هاي بيتساوي الداتا. وهي انضم اللي الداتا هنشوف الداتا هترجع لي بايه بالزبط? تعال نروح لنعمل فراش. ونكتب ايه حاجة. هرجع لي بقى الري فيها الداتا. ممكن دلوقتي بقى ابدا ما اقول له انضم باللداتا ممكن يقول له مسلا هنا اروح لعلى اليوزر موديل بالشكلة. وكريت الداتا بتاعتك. كفية كريت لك نيو يوزر. طبعا الداتا لازل يكون فيها يوزر نيو وفيها باسورد وفيها كل الحقول بتاعت اليوزر. صمع عشان يكريت يوزر جديد. بس دي الطريقة. دلوقتي انت الداتا دي بقى فيها الري من البيانات اللي بترجع لك صح. اوكي. تعال نشوف الوضع زمان كان بيحصل ايه. اوكي. تعال نروح للكوت بتاعنا بتاع زمان. اللي هو مسلا في اصدار فايف بوينت فورم رسلا. طبعا هي نفس القصة بالضبط. عملت اثنين راوت. واحد بيفتح للفورم والتاني بيصبت الايه الداتا بتاعتي. تمام? وادي الفورم بتاعي نفس الاسماء بالضبط. وادي الهوم. عملت نفس القصة بالضبط. ما فيش اي تغيير فيها. اهي. data. this valid. وrequest. وdata. هي هي بالضبط. تعال نشوف دي بترجع بايه بالضبط. تعال هو. ادي الارف 5.4. تعال. عمل فرش في سلاول. ادو الصمت هنا. بيرجع لبنال. اوكي. طيف الكيس انه هو ارجع لبنال هنا. انا عايز اجيب ال data هاجيبها ازاي. بكل اختصار بكل بساطة. انت كايك الريكوست فيه داتا صح? فانت ممكن تقوله هنا من الريكوست. شكل ده وتقوله هنا مسلا. هتلي بس ليه? النام من الريكوست. اوكي فلما تعمل هنا نفس النتيجة بتاعت الارف 5.5 بالضبط. انت الوقت ممكن بقى تعمل ايه? ممكن تعمل برامتر جديد اصلا هتقوله هنا. داتا دي. هتساوي الكلام ده. وتاخد بقى الداتا دي تقوله هنا مسلا. user create داتا دي. بالشكل. يبقى انت عملت نفس المهمة بتاعت المرة اللي فاتت. بس المرة اللي فاتت. او في الارف 5.5 هو بيرجع لك بالداتا اوتوماتيك. بش هو اضطره تكتب السطر ايه? هو بيرجع لك بها اوتوماتيك. انت تحطيها على الوكريات. انت هنا اختصرت سطر لان الاخر. في الارف 5.5. اوكي. ده الفرق بينهم هما الاثنين. شوف اشتركوا في درس جديد. السلام عليكم في طول الله وبركاته.